لقدر الله كان بشتيح علينا السقفرة وبشتيح على الناس كل على البلاد الكل بمعارضتها بمساندتها بمؤسساتها سقف بيت الحكمة الذي جمع الفاعلين الاقتصاديين قد يتسع قريبا ليشمل ايضا الافريقاء السياسيين فكواليس السياسة تشي بان الذهاب الى الحوار الوطني بات وشيكا على الرغم من خطاب التصعيد الذي يحكم المشهد والذي يبدو انه يخفي معركة من اجل تحسين شروط التفاوذي وصراعا حقيقيا حول المنظمين الازمة هذه امتعت مؤسسات امتعت صلاحية مع الاسف الشديد احنا الان نلاحظه السيد الرئيس الجمهورية اللي هو مؤتمن على دستور وعلى يعني انه حكم بنتوانسان كله واللي هو فوق الصراعات الان اصبح جوزا من الصراعات الرئيس قيس سعيد متشبث بالمسألة المبدئية في الانتلاق بتونس نحو افاق جديدة نحن في حركة الشعب وفي كودة الديمقراطية معه في هذا الخط الوطني السيادي المقاوم للاستعمار والمقاوم للصهيونية قد تخفي العناوين السياسية للصراع حقيقة التجاذبات على توجيه بوصلة الاقتصاد وما يستدعيه ذلك من مراجعة لخارطة التحالفات الخارجية وطبيعة الخيارات الاقتصادية وفرض للسيادة الوطنية على الخيرات والثروات واطلاق للحرب على الفساد وسبول تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية وكرامة العيش للتونسيين بعد التردد والجمود الذي اعترى المشهد السياسي طيلة شهرين بدأ الحديث بقرب اعلان انطلاق الحوار الوطني بما من شأنه ان يهيئ الارضية لحل حالة الازمة والبحث عن خطة انقاذ قبل فوات الاوان عمد شتارة تونس الميادين